وطبعا الهدنة التي اقرت بعد جهود مصرية مضنية بمعنى الكلمة مع تعنط غربي وكان اسرائيلي فظيع بس خليها ابدأ معاكو كالعادة الاول بفقرتنا الاخبارية وبعد كده الفقرة ان شاء الله يكون لنا فيها حوارات متعددة على مدار حوالي خمسين يوم كل دول العالم كانت مقسومة نصين يا اما دعمت او سكتت عن الحرب في غزة مظبوطة الا ان مصر رفضت من البداية بشكل قاطع العدوان الاسرائيلي وخدت خطوة متقدمة في اول يوم بالدعوة للتهدئة اولا والتفاوض ثانيا ده كان وسط اصوات بقى المدافع كان الضغط المصري مستمر بعيد بقى عن الاعلام والمزايدات الحاجات اللي حضر لكم عارفين هدي النهاردة الضحايا والمهجرين في غزة يقدروا يطمنوا يقدروا يناموا بقلب متطمن انه ما فيش قصف بعد هدنة انسانية قادتها مصر وزي ما قال سيد رئيس عبدالفتاح السيسي كذا مرة مؤخرا احنا بنعمل جهد كبير ونتيجة الجهد ده كانت بشيرها خلي بالكم بشيرها النهاردة بهدنة انسانية وايضا تبادل لمجموعة من الاسرة وادخال كميات اكبر بكتير طبعا من المساعدات خلي بالكم المساعدات اللي كانت معنا المرة اللي فاتت تعرفين 40 شاحنة 70 شاحنة 100 شاحنة يعدوا في اليوم لا ان شاء الله في الهدنة دي عدد المساعدات والشاحنات ان شاء الله ياربها يكون كبير متعدد يعني يحاول بقدر المستطاع بقدر المستطاع يخفف من ألمه خلييني في البداية اقول لكم بلد الهدنة نخدها واحدة واحدة كده عن بعض الانسانية في غزة الهدنة طبعا الانسانية اللي كانت في غزة بوساطة مصرية قطرية اولا وقف اطلاق النار من الطرفين دي كان الهدف الرئيسي والاساسي من البداية طيب اتنين وقف كل الاعمال العسكرية اللي جيش لاحتلال الاسرائيلي في كل مناطق غزة وخلي بالكم من جملة في كل مناطق غزة لا في حاجة اسمها غلاف غزة ولا ما غلافش الاتفاقية واضحة وكلام مصر واضح طيب اتنين ادخال مئات الشاحنات ادخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الانسانية والاغاسية والطبية والوقود في كل المناطق شفتوا بقى ده اللي انا بقول لكم عليه ما قبل الهدنة حاجة وما بعد الهدنة حاجة احنا على فكر وانتو عارفين الكلام ده وحضر لكم شفتوه احنا شاحناتنا واقفة طبور قطر واقف قدام معبر رفح لكن المشكلة ما جاتش عندنا توزيع المساعدات اللي تعارفين من هناك بيبقى عن طريق الانروة مصر ما بتقدرش تدخل لا قواتنا تدخل هناك ولا حتى رجالنا احنا بندخل الشاحنات والانروة هي اللي بتوزع طبعا زي ما قلت لحضراتكم 100 شاحنة بتاعه يدخلوا طبعا 100 شاحنة لمليون ونص ولا 2 مليون ونص للاتنين ولا حاجة طبعا لكن في الهدنة الحاجة مختلف طيب اطلق صراح 50 من محتجز الاحتلال من النساء والاطفال دون 19 عام مقابل ايه الافراج عن 150 طفل وامرأة من الفلسطينيين دا كويس بدأنا ندخل في التبادل فاكرين الكلام الاول الاسراء وبتاعهم بدأناهم طيب وقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار الاربع ايام واقف بقى السماء باشا اللي كتولعة دي مش عايزين خلاص الموضوع وقف طب تمام ايه تاني طب خلال فترة الهدنة دي ايه اللي يحصل يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد او اعتقال احد في كل مناطق غزة هي دي البنود هي دي البنود الاساسية اللي اتطفق عليه الجانب المصري بالمشاركة القتلية طبعا مع الطرفين اللي هما كانوا منهم طرف معتدي وهو الجانب الاسرائيلي وهو منهم طرف معتدي عليه وهو اهلنا في اغطاء غزة والضفة ولا باستغرب الله الضفة دي كانوا بيعاني الضفة دي محدش جيئا بيكون لكن اعتقدت في ديجلي ما علينا هو مافيش مبدأ من البداية يعني في القصة دي لكن انا فخور بالقيادة السياسية لا لا تحية بقى وعزاز وتقدير اقول زي ما تقول اقول عشان بس نسكت يعني وانا بعضوكم خلي بالكم كلنا من جوانا حماسة اه محدش يقدر يقولها ومحدش يقدر يعني يوم حد عليها طبعا اصد يعني لكن خلي بالكم في السياسة في التعامل مع كيان زي اسرائيل ومن يدعموه لا مل حماس مش اللي هو بيحل الموضوع لا في شغلتان كتير جدا جدا هو اللي يحل الموضوع شفتوا بقى القيادة السياسية لما قالك البداية لن نسمح بكذا ولن نسمح بكذا ومش هيسمعتها جيه قصر ده الكلام ده مرفوض من اساسا صح وصلوا لإيه وده انا نوصل لهن وبعد ايه تبدو القصر وبعد ايه ده وقف الطيران بمش حركة بلاحة جوية خالص موجود بمش حاجة يسمعنا والهدنة شغالة مثلا تقوم داخل خطف عشر او اللي خمستاشر شغل النواش اللي كان بيحصل الزمان لا خلاص مفيش الكلام ده ده الشغل تحية كبيرة للقيادة السياسية اللي ما وصلنا ليه واتمنى ان احنا نقدر نوصل للي احنا عايزينه كلنا لفترة الجائلة بالمناسبة وخلي بالكم انا برضو عايز لكم حاجة لمنى قبل ما ايه يعني ده موقف سيذكر لمصر وستشهد وشاهد له العالم سواء في العصر الحالي او مقابل ذلك